يعني يجي واحد ينصحك بحاجة او يقولك بلاش الحكاية الوحشة دهيت ما تسمعش الكلام فده اول معوق واهم معوق يعطلك في سكتك للسماء وللملكوت السماوي طب العلاج ايه علاج الانسان ايه العلاج زي ما في الاية الاخيرة اللي قررتها دلوقتي يقولك الحكمة تبررت من جميع بنيها العلاج هو الحكمة انسان كيف يكون انسانا حكيما انسانا عاقلا انسانا متزنا انسانا معتدلا انسانا ملتزما في سلوكه في كلام وفي كل حاجة بيعمل اذا الهدف السما الملكوت اللي بعطل الطريق حالة الرفض حالة العناد حالة التزمر حالة عدم القبول ثم ان العلاج ان الانسان يقتني الحكمة في حياته اللي بيعيشها في كل يوم تعالى نشبه احكاية يحنى المعمدان يحنى المعمدان السيد المسيح قال عليه كده بين المولودين من النساء ليس نبي اعظم من يحنى المعمدان ولكن الاصغر في ملكوت السمات اعظم منه فبتيجي الكنيسة عشان تقرب لنا الحقائق بتحط قدامي شخصية شخصية لها سمتها او تحطها زي ما تقولوا ايقونة او نموزك لك انت اللي هتبتدي رحلة السنة الجديد مين يحنى المعمدان ايه وضعيته ايه ظهوره يحنى المعمدان لما ظهر في بدايات قبل السيد المسيح بستة اشهر كان يحنى المعمدان انسانا مهوبا في المجتمع اليهودي شكله منظره لبسه طعامه وحتى اقواله اول حاجة بالله في يحنى المعمدان انه كرس حياته ربنا كلها وده احد نمازج التكريس في العهد الجديد ويحنى المعمدان هو اللي ربط ما بين العهد القديم وجديد يعني هو از بريتش كوسيلة او جسر ما بين الاتنين ويحنى المعمدان كمان من الصفات المهمة انه بحسب تعبير الكتاب المقدس امتلأ بالروح القدس وهو في بطن امه كان له صورة خاصة عشان كده عاش ناسكا متقشفا والحكاية دي عطته شكل من اشكال الجدية في الحياة جد ثم ان يحنى المعمدان لما عاش بهذه الصورة ابتدى يخرج من البراري الصحراء للمجتمع المدني علشان يكرز بالمسيح ويكرز بالمسيحية يكون شاهد حق